عزائي طالبات وطالبات السنوية العامة أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج التفاضل والتكامل النهاردة إن شاء الله حلقة حل تمارين على المعدلات الزمنية استعرضنا قبل كده المعدلات الزمنية وفهمنا درس المعدلات الزمنية تعالوا مع بعض نستعرض بعض التمارين الهمة على موضوع المعدلات الزمنية المرتبطة تعالوا مع بعض نشوف أول مثال اوجد إحداثيات نقطة تتحرك على منحنة سين تربيع نقص ثلاثة سين صاد زائد صاد تربيع بتساوي خمسة في اللحظة التي فيها دلسين دلنون نقص اتنين دلصاد دلنون بتساوي صفر يعني عايز يعرف إحداثيات النقطة يعني السين بكام وصب بكام وداني علاقة بين دلسين دلنون ودلصاد دلنون إن دلسين دلنون نقص اتنين دلصاد دلنون بتساوي العدد صفر طيب نكتب الأول معادلة المنحنة اللي هي سين تربيع نقص ثلاثة سين صاد زائد صاد تربيع بتساوي خمسة ونبدأ نقول باشتقاق الطرفين بالنسبة للزمن نون المتغير نون مشتقاق سين تربيع يعني اتنين سين مضروبة في دلسين دلنون سالب ثلاثة ونفتح قوس هذه السين مشتقاق الصاد بالنسبة للزمن يعني دلصاد دلنون زائد صاد في مشتقاق السين اللي هي دلسين دلنون زائد مشتقاق صاد تربيع يعني اتنين صاد في دلصاد دلنون تساوي مشتقة الخمسة دي بتساوي صفر نفك الأقواس يعني اتنين سين في دال سين دال نون ناقص تلاتة سين مضروبة في دال صاد دال نون ناقص تلاتة صاد مضروبة في دال سين دال نون زائد اتنين صاد في دال صاد دال نون وده بيساوي طبعا العدد صفر لو في عندي حدود متشابهة طبعا دال سين دال نون في اتنين سين دال سين دال نون وسالب تلاتة صاد دال سين دال نون يبقى نقدر ناخد دال سين دال نون نعمل مشترك وبين قصين اتنين سين ناقص تلاتة صاد زائد كمان دال صاد دال نون مرة معها اتنين صاد ومرة سالب تلاتة سين يبقى اتنين صاد ناقص تلاتة سين بين قصين مضروبة في دال صاد دال نون بتساوي صفر تعالوا مع بعض نشيل او نشوف العلاقة اللي هو الهاي الاول هو قال لي ان دالسين دالنون بتساوي سالب اتنين دالصاد دالنون بتساوي صفر اودي سالب اتنين دالصاد دالنون الطرف الاخر تمام يبقى دالسين دالنون هتساوي اتنين في دالصاد دالنون يبقى كل دالسين دالنون تقابلني اشيلها اقعد عنها باتنين دالصاد دالنون قادي 2 سن نقص 3 صد مضروبة في 2 مضروبة في دل صد النون زائد 2 صد نقص 3 سن مضروبة في دل صد النون بتساوي 0 دل صد النون نعمل مشترك يعني نفتح قصين ونكتب 4 سن نقص 6 صد زائد 2 صد نقص 30 في دل صد النون بتساوي 0 ونجمع الحضور المتشابهة 4 سن نقص 3 سن نبقى سن وسالب 6 صد زائد 2 صد بسالب 4 صد ده مضروف في دل صد النون تساوي 0 استنتج من كده ان سن نقص 4 صد هي اللي قيمتها بتساوي 0 هجيب علاقة من السن والصد يعني اقول اذا سن بتساوي 4 صد يبقى انا كده جبت علاقة من الاحداث السيني والاحداث الصادي ودي حتة مهمة عشان اعوب بيها في معادلة المنحنة اللي كانت سين تربيع نقص 3 سين صد زائد صد تربيع بتساوي 5 عن كل سين بتساوي 4 صد يعني 4 صد لكل تربيع نقص 3 في اشيل السين وحط مكانها 4 صد مضروبة في صد زائد صد تربيع بتساوي 5 طيب اربعة صد لكل تربيع عن 16 صد تربيع نقص 3 في اربعة اتناشر صد في صد بصد تربيع زائد صد تربيع بتساوي 5 واضح ان كلها بقت علاقة في صد تربيع نجمعها هتبقى خمسة صد تربيع بتساوي 5 لو اسمنا الطرفين على خمسة اذا صد تربيع هتساوي 1 اما صد تربيع بتساوي 1 يبقى قيمة الصب تساوي موجب او سالب واحد يعني صب تساوي واحد او صب تساوي سالب واحد وده الاحداث الصادي للنقطة المطلوبة طيب يبقى نقدر نقولك دلوقتي ان احداثيات النقطة التي يكون عندها المعدل الزمني لتغير سين ضعف المعدل الزمني لتغير صاد هي اما اربعة واحد اما سالب اربعة وسالب واحد يعني فيه نقطتين بيحققوا الشرط اللي احنا قلناه اللي هو دل سين دا النون نقص اتنين في دل صد دا النون بتساوي صفر مثال اخر اذا كانت صاد ترمز لتكاليف صنع سين لعبة من لعب الاطفال كل شهر حيث صاب بتساوي متين وخمسين زائد تلاتة سين زائد واحد من الف سين تربية جنيها وكان ثمن بيعها عين حيث عين بتساوي خمسة سين زائد اتنين من الف سين تربية جنيها فاذا زاد انتاج اللعب بمعدل متين لعبة كل شهر عندما يكون انتاج المصنع تلات تلاف لعبة فاوجد معدل الزيادة في المكسب طب تعالوا نشوف المعدلات الزمنية في حالة المكسب والتكاليف وتمن البيع هنفرض ان المكسب يساوي ميم جنيها واحنا عارفين ان المكسب يساوي او ميم هتساوي عين ناقص صاد عين اللي هي تمام تمن البيع وصاد اللي هي التكاليف يبقى انا كده اقدر اجيب المكسب عن طريق عين ناقص صاد يبقى دي العلاقة اللي عندنا واحنا عايزين المطلوب مننا دال ميم دال نون طيب تعالوا نعوض عن عين ونعوض عن صاد زي ما هو قال لي في رأس السؤال نكتب تجده ميم بتساوي ادي العين اللي هي خمسة سين زائد اتنين من الف سين تربيع بنقصين طبعا ناقص بنقصين تانين الصاد اللي هي متين وخمسين زائد تلاتة سين زائد واحد من الف سين تربية نفوق الاقواس ونجمع الحزود المتشابهة يبقى ميم هتساوي خمسة سين زائد اتنين من الف سين تربية ناقص متين وخمسين ناقص تلاتة سين ناقص واحد من الف سين تربية نجمعهم اذا ميم هتساوي تمام اتنين سين زائد واحد من الف سين تربية ناقص متين وخمسين يبقى هذه العلاقة اللي بتعبر عن المكسب وطبعا عندي سين اللي هي عدد اللعب اللي احنا هيقول لي عليها دلوقتي تعالوا نقول باشتقاق الطرفين بالنسبة للزمن نون مشتق ميم هتبقى دال ميم دال نون تساوي مشتق اتنين سين هتبقى اتنين مضروبة في دال سين دال نون زائد مشتق واحد من الف سين تربية هتبقى اتنين من الف سين طبعا ما تنساش تقول دال سين دال نون تمام نجمع الحدود المتشابهة يبقى دال ميم دال نون هتساوي اتنين زائد اتنين من الف سين من قصين طبعا مضروبة في دال سين دال نون هو قال لي عندما دال سين دال نون يساوي 200 ده معدل زيادة انتاج اللعب كل شهر وعدد اللعب كان 3000 لعبة يبقى نقدر نعوض عن دال سين دال نون بـ 200 وعن سين بـ 3000 يبقى دال ميم دال نون اللي هو معدل الزيادة في المقسب هيساوي افتح قوس اتنين زائد اتنين من الف في 3000 في القوس في 200 يبقى دال ميم دال نون هتساوي بين قصين هتبقى اتنين زائد ستة وفي القوس في 200 يعني هتساوي 800 ودي بتساوي 1600 جنيه كل شهر يعني معدل الزيادة في المكسب هيساوي 1600 جنيه كل شهر مثال اخر ولد يمسك بيده طائرة ورقية مرتفعة 112 متر فاذا كانت الريح اخذت الطائرة من الولد افقيا بمعدل ستة متر كل دقيقة فما هي السرعة التي يجب على الولد ان يعطيها الخيط عندما يكون بعد الطائرة عنه 130 متر طيب نرسم برضو الحكاية الالهالي ادي ولد مسك في ايده طائرة طائرة ورقية والطائرة دي على ارتفاع 112 متر عن سطح الارض يعني فوق الولد بـ 112 متر والطائرة الهوى او الريح بيخليها تتحرق افقيا بمعدل ستة متر كل دقيقة فانقول بفرض ان المسافة التي تحرقتها الطائرة افقيا بتساوي سين تمام واحنا عارفين ان ده السين ده النون اللي هي السرعة او المعدل كان ستة متر كل دقيقة يبقى ده السين ده النون بتساوي ستة متر كل دقيقة كمان هنفرض ان طول الخيط اللي في ايد الولد وهو رابط الطائرة هنفرض ان هو بيساوي صاد طبعا صاد من الامطار ايه هي العلاقة اللي بتربط سين بصاد في الرسمة اللي قدامي طبعا مسلس قائم الزاوية في ضلع سين وضلع 112 والوطر بصاد يبقى نظرية فيه سغورس هتقول لي ان صاد تربيع هتساوي سين تربيع زائد 112 تربية العلاقة دي رقم واحد هذه العلاقة قادر استخدمها في الاشتقاق وقادر استخدمها في ايجاد قيمة سين عندما صاب 130 متر دعون الاول نقول باشتقاق الطرفين بالنسبة للزمن نون يبقى اتنين صاد في ده الصاد ده النون اللي هي مشتقط صاد تربيع بتساوي مشتقط سين تربيع يعني اتنين سين في ده الصين ده النون اما ال 112 تربيع ده عدد سابت مشتقطه بصفر لو اسمنا على اتنين تبقى صاد في ده الصاد ده النون بتساوي سين في ده الصين ده النون ودي العلاقة التانية سميها رقم اتنين طيب تعالوا نشوف بقى برضو من علاقة في سغورس اللي هي المعادلة رقم واحد انا عندي صاد تربيع كانت بتساوي سين تربيع زد 112 تربيع في اللحظة اللي هيكون فيها بعد الطائرة عن الولد 130 متر يعني صاد ب130 متر اكتب كده عندما صاد بتساوي 130 متر يا طرأ سين هتكون بتساوي كامل يعني كون الطائرة مش تقديه افقيا لو عوضنا فهذه العلاقة هجل ان سين بتساوي 66 متر يبقى انا الوقت عندي قيمة السين وعندي قيمة الصاد وعندي كمان ده الصين ده النون نعوض في العلاقة رقم اتنين اللي هي كانت بتقول صاد في ده الصاد ده النون بتساوي سين في ده الصين ده النون يعني ادي الصاد ب130 في ده الصاد ده النون اللي احنا عايزينها هتساوي سين اللي احنا طلعناها ب66 في ده الصين ده النون اللي هي بتساوي 6 احسب الحزبة هجد ان 130 ده الصد النون هتساوي 396 ومنها ده الصد النون هتساوي تمام 396 على 130 اختصرها هجد ان ده الصد النون هتساوي 198 على 65 متر كل دقيقة مثال اخر رجل طوله 180 سنتيمتر يمشي بسرعة 150 سنتيمتر على الثانية نحو مصباح يرتفع 4.8 من 10 متر فوق سطح الارض اوجد اولا معدل تحرك نهاية ظل الرجل ثانيا معدل تغير طول ظل الرجل ثالثا معدل تغير بعد رأس الرجل عن المصباح عندما يكون الرجل على بعد 4 متر من قاعدة المصباح برضو هنرسم رسم ونرفض المتغيرات ادي الرجل اللي طوله 180 سنتيمتر ماشي نحو المصباح بسرعة 150 سنتيمتر على الثانية والمصباح ارتفاعه عن سطح الارض ربعمية وتمين سنتيمتر اللي هو اربعة متر وتمانية من عشرة انا خلي بالي ان في السؤال كان مديني طول الرجل بالسنتيمتر وسرعته سنتيمتر على الثانية فلازم اني احول ارتفاع المصباح اللي هو اربعة وتمانية من عشرة متر الى ربعمية وتمانين سنتيمتر عشان تبقى كل الوحدات عندي زي بعضها طيب تعالوا نفرض ان بعض الرجل عن النقطة به اللي هي قاعدة المصباح بتساوي سين من الامطار الراجل بيقترب يعني سرعته 150 سنتيمتر لكن اقترابه خلي بالي هيبقى بالسالب كمان هنفرض ان طول ظل الرجل بيساوي لام المصباح النور بتاع المصباح بيعمل للراجل ظل اللي هو الف واو اللي فرضنا ان طوله لام كمان قلنا بعض طرف ظل الرجل عن قاعدة المصباح صاد يعني البعد من الف وبيه سميناه صاد فيه فرق بين طول ظل الراجل وبعد الطرف ظل الراجل عن قاعدة المصباح طيب واضح ان عندي من الرسم اللي قدامي فيه تشابه لمسلسين لو شابهنا المسلس الف واو دال مع المسلس الف بهجيم طبعا احنا عندنا دال واو يوازي بهجيم يبقى على طول المسلس الف واو دال يشابه المسلس الف بهجيم ومن التشابه هنستنتج ان الف واو على الف ب بتساوي تمام دال واو على جيم ب وكمان تساوي الف دال على الف جيم لكن انا مش هحتاج لها في الحل يعني كفاية في التشابه اخد النسبتين اللي يفيدوني في الحل لو بصنا على الرسمة هنجد ان الف واو دي عبارة عن صاد ناقصين وكمان الف به هبارة عن صاد يبقى الف واو شلناه وحطانا ما كان صاد ناقصين على صاد تساوي دال واو اللي هي طول الراجل اللي هي مية وتمانين على جيم ب اللي يرتفع المصباح اللي هي ربعمية وتمانين نقدر نختصرها تبقى صاد ناقصين على صاد بتساوي تلاتة على تمانية ولو قلنا ان حصل ضرب الطرفين يساوي حصل ضرب الوسطين يبقى تلاتة في صاد او تلاتة صاد هتساوي تمانية في صاد ناقص تمانية في سين يبقى انا كده بدأت اقرب للعلاقة ما بين سين وصاد ونقدر نقول ان خمسة صاد بتساوي تمانية سين بعد ما نقلت الصاد والسين كل واحدة للحدود المتشابهة او الشبيهة لها ومن هنا قدر نقول ان صاد لوحدها بتساوي تمانية على خمسة سين هذه العلاقة بين صاد وسين اقدر اشتقها بالنسبة للزمن نون لما اشتق صاد تبقى دال صاد دال نون تساوي اي تمانية على خمسة ده سابت مشتقة السين بالنسبة للنون هتبقى دال سين دال نون وانا عارف ان دال سين دال نون اللي هي تمام سرعة الرجل نحو المصباح طالما اقول نحو المصباح يبقى سين دي بتقل ولا بتزيد بتقل يبقى دا معدل سالب يبقى دال صاد دال نون هتساوي تمانية على خمسة في سالب المعدل اللي هو سالب مية وخمسين احسبها هجد ان دال صاد دال نون هتساوي سالب ميتين واربعين سنتيمتر على الثانية وهو دا معدل تحرك نهاية ظل الرجل عن قعدة المصباح واكتب كده اذا معدل تحرك نهاية ظل الرجل عن المصباح بتساوي ميتين واربعين سنتيمتر كل ثانية وده المطلوب اولا طيب دلوقتي عايزين نيجيب معادلة تغير طول دل الرجل نفسه اللي هو لام يعني فلازم ده اخكل لام في علاقة هقول من تشابه المسلس الف وو دال والمسلس الف به جيم نفس الاسباب اللي شابهنا بها المسلسين قبل كده ان ده الواو توازي جيم به يبقى المسلس الف وو دال وشابه المسلس الف به جيم اجد ان الف وو على الف به تمام هتساوي ده الواو على جيم به طبعا ده علاقات التشابه اللي احنا عارفينها من الصف الاول الثانوي طيب الف وو عندي هي اللام يبقى شيل الف وو وعنا عوض عنها بلام الف به تمام عبارة عن الف وو زائد وو به يعني لام زائد سين لازم ادخل السين في العلاقة عشان اربط العلاقة ما بين لام و سين تساوي ده الواو اللي هي مية وتمانين و جيم بيل اللي هي ربعمية وتمانين وبعد اختصارهم هيبقى لام على لام زائد سين بتساوي تلاتة على تمانية برضو هقول حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين يعني تمانية لام بتساوي تلاتة لام زائد تلاتة سين هنقل تلاتة لام الطرف الاخر يبقى خمسة لام هتساوي تلاتة سين يبقى دي علاقة بين اللام و السين واقدر كمان اجيب اللام لوحدها اللي هتساوي تلاتة على خمسة في سين هذه العلاقة بين اللام و سين اقدر اقول باشتقاق الطرفين بالنسبة للزمن نون يعني دا اللام دا النون هيساوي ايه تلاتة اخماز دا عدد سابت واضرب فيه مشتقة السين بالنسبة للزمن يعني دا سين دا النون يعني دا اللام دا النون هتساوي تلاتة على خمسة في دا سين دا النون دا سين دا النون اللي هي سرعة الرجل نحو المصباح والبعد بيقل يبقى دا معدل سالب يبقى ده اللامده النون بتساوي 3 على 5 في سالب 150 يعني ده اللامده النون بتساوي سالب 90 سنتيمتر على الثانية خلي بالي ان انا كنت قالي ان اللام ده طول ضل الرجل يبقى ده اللامده النون ده عبارة عن ايه تمام عبارة عن معدل تغير طول ضل الرجل على الأرض وده بيساوي 90 سنتيمتر كل سانية يعني كلما الرجل بيقترب من المصباح كلما تضل بتاعه بيقل بمعدل تسعين عشان طرع سالب طبعا سنتيمتر كل سانية ده المطلوب ثانيا تعالوا نشوف المطلوب سالسا ادي العلاقة هو عايز بعد معدل تغير بعد رأس الرجل اللي نقطت دال يعني عن المصباح ليه ده الجيم انا فرضت ان هي بتساوي عين ده متغير جديد عشان اربط العين بالسين عندي علاقة في سغرس المسلس جيم هيه دال ده مسلس قائم الزاوية يبقى عين تربيع هتساوي تمام البعد الاولين اللي هو سين تربيع اللي هو دال هيه زائد الجيم هيه دي عبارة عن كام عبارة عن تلتمية طب جات مين تلتمية اه افهمها لك ربعمية وتمانين اللي هي طول او ارتفاع المصباح عن الارض ناقص طول الرجل اللي هو مية وتمانين يطلع تلتمية تربيع يبقى عين تربيع بتساوي سين تربيع زائد تلتمية تربيع طيب عندما سين بتساوي ربعمية هو قال لي عايز معدل تغير بعد الرأس الرجل على المصباح عندما يكون الرجل على بعد اربعة متر من قاعدة المصباح يعني سين اربعة متر واحنا اتفقنا انها شغالين بوحدة سنتيمتر يبقى كان لازم احول واقول سين بتساوي ربعمية سنتيمتر في الوقت دوت العين من علاقة في صغرس طبعا هتساوي خمسمية سنتيمتر واروح قايل هزي العلاقة اللي كنا اشتغلين عليها اشتقها بالنسبة للزمن يبقى اتنين عين دا العين دا النون بتساوي اتنين سين في دا السين دا النون يبقى كده انا اشتقيت وربطت السين والعين في علاقة واحدة بعد ما اشتقتها بقت عين في دا العين دا النون بتساوي سين في دا السين دا النون العين عندي بخمسمية والسين عندي بربعمية يعني خمسمية في دا العين دا النون اللي احنا عايزينها تساوي ربعمية في دا السين دا النون ودا السين دا النون دي اللي هي سالب مية وخمسين خلاص اتفقنا الاشارة السالبة ليه يبقى 500 في دا لعين دا النون بتساوي 400 في سالب 150 يبقى دا لعين دا النون بتساوي سالب 120 وإحنا قلنا أن عين هو إيه تمام بعد رأس الرجل عن المصباح يبقى دا راكتب كده إن معدل تغير بعد رأس الرجل عن المصباح عندما يكون الرجل على بعد 4 متر من قاعدة المصباح بيساوي 120 سنتيمتر كل ثانية وهو دا المطلوب ثالثا مثال آخر يقف رجل على أرض أفقية وعلى بعد 20 متر من موقع منطاد على سطح الأرض فإذا تحرق الرجل بسرعة 4 متر كل دقيقة نحو المنطاد في اللحظة التي يرتفع فيها المنطاد رأسيا لأعلى بسرعة 5 متر كل دقيقة اوجد معدل تغير البعد بينهما بعد ثلاث دقائق يعني في منطاد على الأرض وفي رجل بعده بينه من المنطاد 20 متر أرض أفقية ودي الرجل على بعد 20 متر من المنطاد في أي لحظة زمنية هنفرض أن بعد الرجل عن موقع المنطاد هو سين يساوي سين متر كمان المنطاد ارتفع يبقى ارتفاع المنطاد عن سطح الأرض بيساوي صاد من الأمطار يا ترى بعد الرجل عن المنطاد بيساوي كام هافرض أنه هو بيساوي فيه يبقى البعد من الرجل والمنطاد أو الرجل بيساوي فيه مترا تعالوا بقى نشوف المعدلات أول حاجة ده السين ده النون اللي هو معدل اقتراب أو تحرك الرجل نحو المنطاد كان بيساوي أربعة متر كل دقيقة وطالما السين بتقل يبقى المعدل ده سالب أما المنطاد أو البالون بيرتفع لأعلى يبقى ده الصد ده النون هتساوي خمسة متر كل دقيقة ودي قيمة موجبة إيه العلاقة في الرسم اللي هتربط لبنسين وصادوة فيه برضو علاقة في سغورس ده مصلس قائم الزاوية يبقى فيه تربيع هتساوي سين تربيع زائد صاد تربية لو قلنا باشتقاق الطرفين بتوقع المعدلة واحد بالنسبة للزمن نون هجد ان اتنين فيه في دال فيه دال نون هتساوي اتنين سين في دال سين دال نون زائد اتنين صاد في دال صاد دال نون لو قسمنا على اتنين بقت فيه دال فيه دال نون بتساوي سين دال سين دال نون زائد صاد دال صاد دال نون هو عايز يعرف المعدل بتاع البعد منهم بعد ثلاث دقائق تفتكروا بعد ثلاث دقائق هيكون سين بكام وصاب بكام وفيه بكام هقول كده بعد ثلاث دقائق سين هتساوي هي كان البعد عشرين تمام وبيقل بمعدل اربعة متر كل دقيقة يبقى اضرب اربعة في عدد الدقائق اللي هي تلاتة يبقى سين هتساوي عشرين نقص اتناشر تمانية متر تمام يعني بعد ثلاث دقائق سين هتبقى بتمانية متر طيب الصاد الصاد بترتفع بمعدل تمام؟ خمسة متر كل دقيقة يبقى خمسة دال معدل هضربه في عدد الدقائق اللي هو تلاتة يبقى الصاد ساعتها تساوي خمستاشر متر طب فيه نحسبها ازاي؟ من علاقة فسا غورس اللي هي كانت فيه تربيع بتساوي تمام؟ اربعة وستين اللي هي سين تربية زائد صاد تربيع بمتين خمسة وعشرين ودي تساوي متين تسعة وتمانين لو جبنا الجزر التربيع ليها هجد ان فيه هتساوي سبعتاشر متر ودي كمية مجابة طبعا عشان مفيش طول بالسالب يبقى سين بتمانية وصاب بخمستاشر وفيه بسبعتاشر حاوض في المعادلة رقم اتنين اللي هي كانت عين مضروبة او فيه مضروبة فيه دال فيه دال نون سبعتاشر في دال فيه دال نون بتساوي تمانية مضروبة فيه سالب اربعة اللي هي دال سين دال نون سين اللي هي بتمانية وصابة اربعة اللي هي دال سين دال نون زائد خمستاشر مضروبة في خمسة خمستاشر اللي هي قيمة الصاد والخمسة اللي هي دال صاد دال نون يعني سبعتاشر في دال فيه دال نون هتساوي تلاتة واربعين ومنها دال فيه دال نون هتساوي تلاتة واربعين على سبعتاشر متر كل دقيقة يعني معدل تغايل البعد بين الرجل والمنطاد بعد تلات دقائق هيساوي تلاتة واربعين على سبعتاشر متر كل دقيقة بكده عايزاي نكون استعرضنا مع بعض بعض التمارين والامثلة على موضوع المعدلات الزمنية المرتبطة وشوفنا ازاي نربط المتغيرات مع بعضها في علاقة معينة وهذه العلاقة نشتقها بالنسبة للمتغير نون اللي هو الزمن او نعوض فيها ونجيب احد المتغيرات بدلالة المتغيرات الاخرى وشوفنا ازاي وصلنا لمعدلات زمنية او ابعاد معينة لو كنا عندنا معلومات عن السؤال اخيرا اشكركم والى اللقاء في حلقة القادمة ان شاء الله